عنا مين؟ محمد من اسكندرية تفضلي أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها دكتور شفت رؤية إن أنا بنتي هي مخطوبة طبعتها يا ربي ربنا يبارك فيها وتميلها على خير قولي أمين يا رب أمين يا رب الله اللهم أمين فأنا شفت دوس حمام دكر بنتي فأنا فتحت حجري بأشبه إنه هما يعني الاثنين بنت والولاد فاخدتهم في حجري وجيت وقفة على باب البيت كده وفجأة لقيت الدكر ناطت من حجري ووقف يبص على البيت كده وهي لقيتها هي بقى الحاول التاني لأن هي بناءتها زي ما هي فأنا بقول لها جيه واحد ده إيه بقول لها إيه رأيك في ده أيت له كويس دي الرؤية الأولانية طيب الحمام يا فندم سيدة محمد أيها الحمام يدل على السلام حمام يدل على إيه؟ السلام والحمام ده من نوع اللي إحنا بنكله وربنا قال ولحم طير مما أيها يشتهون أيها يعني حاجات أنا بتمناها ربنا حيحق أهالي فلما أشوف الطير اللي هو الحمام ده وانا اللي بيتاكل وده بيدل على إن الحاجات اللي أنا بتمناها ربنا حد أهالي وإن شاء الله العليز ده حيكون في خير لأن انت شوفت فيه السلام وشوفت فيه حاجات طلع من حجري نعم طلع طلع فضل الشغير هي الأنسة بس اللي فرض وهي قالت لك إيه الأنسة فهي أولت بقى طلعت من حجري برضو ها ها بس رجعت إن هي بنتي تاني اللي هي بنتي وبقول لها إيه رأيك أما جيه واحد تاني بقى غير الأمام ده ها بقول لها إيه رأيك قريتلي كويس يا مؤمر يبقى توفى على العريش ده على طوله نعم احنا موافقين علينا يا دكتور بس هي يعني يعني تقى طر طر وقفت في العدقال وعمل يبص علينا في البيت ولا خارج البيت لا خارج البيت ها وما كانت أنا لقيتها هي واحد وقفين جوه البيت فبقول لها إيه رأيك فيه قريتلي كويس يا مؤمر انت عارفة الواحد ده أنا ما شوف شاب في الرؤية بيدل على لإيه ايه دكتور على تمام الأمر او الشاب في الرؤية بيدل على إيه او كثيراً تمام الامر آه فالامر يتم بس أنا عايزم حضرتك الحج المحمد حاجة نعم أجعل الدعاء بتاعي بين الصلاة على سيدنا النبي علي кни صلى الله عليه وسلم بين الصلاة على أه Lean لم Duncan أول دكتور أول لأ أنا أحط الدعاء بتاعي بني الإيه نعم أحط الدعاء بتاعي بين الصلاة على سيدنا النبي يعني أنا مثلا انما سي كسبحك وسلي على سيدنا النبي فنص السبحة كده أدعي وبعدين أكامل الصلاة على سيدنا النبي أنت عارفها ليه حاج محمد نعم لأن كل الأعمال بين الكبول والرد إلا الصلاة على سيدنا النبي فإنها لا ترد وبعدين إذا كان ربنا بيقبل الصلاةين على سيدنا النبي فهو أكرم أن يسيب لي بينهم فأنا أحط دعائي بين الصلاة على سيدنا النبي أحط دعائي في قيام الليل وربنا نزل لي في السلس الأخير من الليل ده الحاجة الوحيدة اللي ربنا قال فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من كرة أعين ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم من فكون ده في قيام الليل ده في قيام الليل يوم ربنا يقولي بعدها فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاءا بما كانوا يعملون ودايما حضرتك تقولي يا رب اختار لبنتي فإني لا أحسن الاختيار بحق قولك تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار والله أعلى وأعلم